السلام عليكم يا أيها الأبطال شلونكم شخص إن شاء الله بداية سنة جديدة جميلة موفقين جميعا بيها وأحب أقول لك شاء الله بهاي السنة لا تصير أنت كئيب وسلبي تجاه نفسك لا تقلل من ثقتك بنفسك شلون يعني إنه من هسا تفكر بالامتحانات تتفكر بالرسوب تقولك والذات وإلى آخره ومدروا شنو أنت طبعا هي شيء أنت رح تضخمها على نفسك وبهاي الحالة ما رح تتقدم خطوة إلى الأمام لا بالعكس أنت رح تضل ترجع لأن رح عقلك خلص بعد أنت برمشت على هاي السلبية وبدأ يخاف من أقل شيء نخلي سؤلف لك إن شاء الله أنت بهاي العلمية اللي جات أخذها أنت حتبني شخصيتك العلمية تمام؟ فشلون خلي سؤلف لك يا سعني الدراسية ببساطة وشون أنا شنة تتعامل وياها أنت عندك نظري وعندك عملي إذا نجي خلي سؤلف لك بالنسبة للنظري أهم شغلة لتراكم المحاضرات وهي أعتقد سمعتها هواي أنت وفعلا عن تجربة أنا أقول لك مرات صارت أني عنده ظروف في مادة معينة رغم المادة بسيطة بس لأن تراكمت علي حسيته كل الصعبة بليلت الامتحان بحيث كانت كارثة ولا كأنه مادة بسيطة فلذلك لا تراكم زينا حتقول للدكتور أنا دوب خصوصا جماعة الكلينيكل المرحلة الرابعة فما فوق محاضرات صح صعبة طويلة بس إن شاء الله ما تصعب على البطل فيقل للدكتور أنا دوب أكمل محاضرة أو محاضرتين باليوم أو مصدر ومطلوب مني مصدر ولازم أتوسع وتسجيل الدكتور زينا يعني بهاي الحالة شلون أنا خلس أقول لك شلون أنا رح أحكي لك وجهة نظري الشخصية اللي أنا طبقتها ومشيت بيها إن تمام مجبر وإنما أنا رح أقول لك شون مشيت بهذا الجدول واللي فعلا فادني لأن هو هذا الفيديو إلك أنا كنت أقسم جدولي قراية شورت وقراية لونغ قراية الشورت اللي هي بأيام الدوام يسموها قراية سريعة أنت من ترجع من الدوام والتعبان يا دوب عندك ساعات قليلة في سبيل تقرأ محاضراتك اللي نزلني اليوم قل مثلا أنا اليوم نزلني عندي اليوم أحد نزلني اثنين باطنية واثنين جراحة تمام أنا رجعت يا دوب أخدتني نومة بسيطة أوكي اتغديت وراها يا دوب عندي ساعات قليلة بهاي الحالة شلون هل معقول أنا هاي المحاضرة أفتح عليها فيديو يوتيوب وساعتين وياها تسجيل الدكتور الفلاني وأقعد ألخص وأقعد أكتب صحيح هالطريقة هي صحيحة بس مو وقتها شون يعني مواقتها يعني تب هاي الحالة يا دوب راح تكمل لك محاضرة باليوم إذا أنت ظلت تقرأها هيش بالتفصيل أنا تشنت أقرأ بأيام الدوام قرأت الشورت من أرجع الأحد عندي مثلا أربع محاضرات كل محاضرة أخلي لها ساعتين بحيث بثمان ساعات أنا قفلتها حدود هاي خواب أربع محاضرات باليوم فتشي زين شلون أقرأها قرأة شورت اللي هي أجي هاي المحاضرة أقرأها بشكل سطحي وأركز على الشغلات اللي قالها الدكتور بالمحاضرة النظري بالكلية ولذلك أنا شجعك على الحضور لأن أنت فورا ترجع تأخذ المعلومة من الدكتور فرش ورأسا تجي تقراها بالتالي ما راح يصير عليك تراكم هاي أولا وأنت من أشرته قرأت المعلومة فورا ما تنسى تمام زائد ما راح تضيع وقتك أنه تقرأ ديب وفيديو يوتيوب وفيديو يوتيوب يحتاج دماغم صح صح وأنت عندك تراكم وأيام دوام فلذلك أقرأ المحاضرة على البسيط على السريع بشكل سطحي تمام الشغلات اللي يركز عليها الدكتور بالمحاضرة أقرأها أقرأها يعني قرأة فهم مو قرأة درخ الله عليك هاي تاخذ منك وقت حد قل الله والله فعلا يعني مثلا ذات الرأة ذات الرأة أركز على الإتيولوجي منه أكثر بكتيريا يسببها شنو الكلينيكال فيترز المريضة بو ذات الرأة شي جي بالهستوري اش ألقى بالإكزامنيشن وشنو اش راح ألقى بالتشيست أكسري شنو أكثر انتبايتك يستخدم إذا كانت قرام قوزيتف شنو أكثر انتبايتك يستخدم إذا كانت قرام نيكتف فهم مو صحيح تقدر ندبره خلال ساعتين حد قوليه والله دكتور إذا قرأيت فهم بدون دين يأقدر خلال ساعتين خش وهكذا المحاضرة الثانية ساعتين وهكذا الثالثة وهكذا الرابعة نقول هستك كلش كلش ضبطت لك ثلاثة باليوم فتشي ما صار عندك تراكم وهكذا باليوم الثاني باليوم الثالث باليوم الرابع هاي أيام الدوام إذا انت قرأت قرأت شورت بحيث انت راح تقدر تكمل أكثر من محاضرتين باليوم والتراكم إذا نقول ماكو تراكم فرح يكون تراكم جدا قليل تيجي جمعة وسبت تقرأ قرأ قرأة اللونغ شنو هذا قرأة اللونغ هذا نيكتش تبعت اللي هو هاي جمعة وسبت المحاضرة هاي اللي أنا مريت بها على السريع بيوم أحد وثنيا مثلا محاضرات الباطنية محاضرة الجلطة القلبية قريت هيوم الأحد على السريع وركزت على شغلات اللي قال عليها الدكتور حتى ما تتراكم هل من المعقول أبقى على القراية السطحية مالت بأيام الدوام إحنا اتفقنا هاي بأيام الدوام أقرأ قراية سطحية بسيطة بس أركز على شغلات اللي قال عليها الدكتور حتى ما تتراكم أجي جمعة وسبت هذن المحاضرات أقراهن بالتفصيل قراية لونغ قراية ما الواحد يربو علهن ركب ونص دكتور شون فيديو يوتيوب موجود عندك هواية تدريسين بالأضافة إلى عندك تسجيل الدكتور إذا تحب تراجع مال الكلية بالأضافة إلى تريد تلخص دكاترا مصريين عراقيين إلى آخره تمام تريد تتوسع بالمصدر أنت تقرأ على ديفيدسون وهكذا بالتالي أنت هنا نسويت جمعة وسبت تقعد هاي المحاضرة تقرأها بالتفصيل الممل بهاي الحالة إذا أجي أسأل المحاضرة أنت يا فلانا كم مرة قريتك رح تقل للدكتور أنت قريتني مرتين مرة قراية سريعة وركزت على الشغلات المهمة قراية شورت ومرة قريتني بالتفصيل الممل بالتالي بعد ما تنسى هذا بهاي الحالة أنت قريت قراية مركزة بالأسبوع الواحد قريت مجموعة من المحاضرات بشكل مركز وبنفس الوقت حتى تراكم يا يكون صفر ولو يمو كلش بالطبية يا يكون تراكم جدا قليل هذا أنا اللي اتبعته واللي نجح ويالي تبقى أنت مخير بس أهم شيء لا تراكم المحاضرات وموت عبر يوم كامل يا دو قريلك محاضرة واحدة لأن فعلا راح يتراكم أن وكل ما يتراكم أن كل ما نفسيتك وواسك تجاه المحاضرات يبدأ يبدل هذا بالنسبة للنظري من ناحية العملي أجي سأقول لك إياها بكل بساطة كل ما تحضر عملي وحتشوف كيسس كل ما حتستفاد مية بالمية لأن هذا الكيس ممكن يجيك على شكل سؤال في امتحان عملي أو في امتحان نظري أو يجيك بالواقع يجيك بالواقع على شكل مريض تمام؟ فلذلك الفرق بين اللي يحضر والما يحضر هذا اللي يحضر من شاف كيس أكيوت بنكرياتايتس التهاب البنكرياس الحاط وأتعامل بالهستري بشكل صحيح وعرف وشلون يسأل المريض على ألم البطن وقال للألم فوق الصرة شاف العلامات ما للأكيوت بنكرياتايتس هذا استفاد أكثر من اللي قاعد ببيته مليون مرة لأن هذا اللي قاعد ببيته وما حضر السيشن حتى لو قرأ التهاب البنكرياس بالتفصيل الممل لكن ورثانيا حينساها إذا تجيب لي مريض ما رح يعرف يتعامل ويا ما رح يعرف يش يسأل على ألم البطن تمام؟ بالتالي لا تنسى أنت حتتخرج طبيب لأن أنت رح تتعامل ويا مريض وليس محاضرة فغيابك رح يضرك إليك بس لا هذا اللي أنا أقدر أقوله إليك فكل حضور إليك بالعملي حيفيدك تدري ليش؟ أنا يومية أحضر عملي وما أغبط بأي سيشن بكل سيشن أنا لقفت عندي خطأ صححت بكل سيشن أنا طورت من السكيلز مالتي حتى أسجلني بورقة اليوم سألت history مال هيماتوريا إدرار دم عرفت ضبطته اليوم ضبطت history مال chest pain نظلت أسأل المريض اليوم ضبطت history مال abdominal pain اليوم ضبطت examination مال chest أو مال abdomen أي لأ آخره تمام؟ اليوم قرأت تحليل الدم complete blood count اليوم شفت ECG مال هذا المريض تمام؟ لأن الطبيب قد ما يشوف كيسس فهو يبقى في حالة تعلم وفي حالة استكشاف ويريد يدور على العلم فلا تصدق تدور على العلم وانت مضيع العملي مالتك وقاعد بالبيت ماكو أي فائدة تمام؟ بينما أفضل طريقة للعملي هسنرجع نصيحة أفضل طريقة للعملي شنو؟ أنه أنت داوم والكيس التي لا تكون تخذون بأ眼 REAL هذا الكيس الذي استخدم California أرّعه طريقة أراها بالبيت اليوم أرّعه شلم اليوم أخذت emotivo اليوم أُخذت AiRosperative Acute戰 استفدت هذه الحالة كانت تجهες بعد ما تنسى فلذلك العمل الحضور ثم الحضور لأن كلها بها موفقين جميعا وشكرا جزيلا لكم